موسيقى إخواني أخوتي أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم إلى برنامج تسمع وتشوف كما كل مرة نقول أن نسمع أشياء جاءت من الكتاب المقدس ونرى مجد الله فيما نقوله وما نشاركه معكم ونصلي أن الرب يبارك هذا الوقت ويبارك كل واحد فيكم يشد هذا البرنامج وممكن يكون عند الناس استفسارات أو مسائل يريدون أن يعرفون أكثر أو حتى ولو لم يرغبوا في هذا الكلام ونحن نريد فقط أن نعلم الناس المشاهدين برحمة الله وبركته كما جاءت في الكتاب المقدس بكل حكمة وبكل إخلاص نطلب من الرب أن يساعدنا وأن يحمينا وأن يحفظ هذا الكلام الذي نناقشه مع بعض لأنه هذا الكلام كلام حي إن غرس في أي قلب أو في كل شخص فبذلك يأتي ثمر جيدا ممكن يليق الله ويليق التوبة ونتمنى ونصلي أيضا أن روح القدس يسكنكم ويلهمكم ويعرفكم أكثر على الأب وعلى خلاص المسيح اليوم أود أن أتكلم على موضوع جديد وهو العبادة الحقيقية العبادة الحقيقية كيف ممكن نعبد الله وكيف هل هي تقوس أم عادات أم أشياء نفعلها باستمرار أو فقط يعني لازم نعمل نقتبس هذه الأشياء من التقاليد التي جاءت من أهلنا ومن المجتمع اللي نحن نعيش فيه فبالطبع العبادة الحقيقية لو تخيلنا بعض الوقت أو أنه فيه شخص ممكن نعبده يعني أو لو كان فيه أي شخص ممكن يستحق هذه العبادة فليس فقط بالتخيل بل حتى في الحقيقة اليومية أن الإنسان يعطي هذا الوقت ووقت العبادة لله ولو تخيلنا أنه فيه وقت فقط قضيناه مع الله فهذا ليس فقط من تقاليد وتقوس بل علاقة حية مع الله التي تساعدنا أن نتعرف على الله وتعرف على أنفسنا أحسن وتميّلنا في هذا الحياة وما نفعله في كل يوم نرى أن العبادة أولا فيها التسبيح نسبح الله وكما نرى في ملك داود كان كل المزامير معظم المزامير كان يسبح فيها الله ويعلن قدسته وما فعله الله في حياته كبشارة خاصة للناس اللي ما يعرفوش الله وتوجيه الفكر والعقل للرب حتى أن الله يبارك هذا العقل يقدس الأفكار ويقدس العقل وكيف نقوله باللهجة ينقينا من كل الأشياء من الفزدة والأفكار التي تجينا من أماكن مختلفة من الإضطرابات الموجودة في هذا العالم فأفكارنا تضطرب أحيانا ولهذا نريد إخواني أن نبقى يقينين ونبقى في هذا الطريق والسلوك في طريق التسبيح كما سبح داود وتذكر ما فعله الله وما بدله من أجلنا ومن أجل كل البشر وكذلك كرامته وغفرانه وقدرته وكما نرى أنه في الكتاب المقدس أنثلة عديدة عن الناس يسبحون الله فيدعون الله لتسبيحه حتى في أصعب المواقف ولما تكون عندنا مشاكل فنحن نسبحه ليس تبعا للمواقف ولكن لشخصه وبما أنه هو الله هو القادر والعظيم والجبار هذا يستهل أن الإنسان يتعرف ويميل كل قلب وأفكاره للرب ولتسبيح فالله يستحق التسبيح عندما نرفع أعيننا إليه في الأزمنة السهلة فسنرى تجاربنا بمنظور الله فنرى تجاربنا كيف يراها الله في حياتنا وأريد أن أعطي هذه الوصية لكل واحد أو التشجيع لكل شخص يرى هذا البرنامج أن يقرأ ويتأمل في المزامير حتى يتعرف على كيفية تسبيح الله فلما ننشر مقالات أو نكتب أشياء في ما يخص أي نجم من كورة القدم أو أي نجم في السينما فكذلك نفعل برئيس السلام وهذا الله الذي نسبحه كل يوم وحتى أن تكون حقا هذا هو الواقع في التسبيح وهذه هي الشركة الخاصة الموجودة بين الإنسان وبين الله وهذا التسبيح يعظم إسم الله في الحياة ويعظم وكذلك ننادي بإسمه ونعلن لكل البشر والناس خاصة لما يعرفوش الله حتى يتعرفوا على الله وعلى كيفية تسبيح الله وفيه بعض الناس وخاصة المرنمين الذين يكتبون ترنيم لله لعظمة الله وما فعله في التاريخ وما فعله أيضا في حياتك أنت الذي تشاهد هذا البرنامج فإن كانت حياتك للمسيح إن كان رب يسوع المسيح قد لمس حياتك ولمس أفكارك ولمس حياتك فالتسبيح هو رد فعل إيجابي أو هو سيرة سليمة حتى أن تبارك عظمة الله وتبارك اسمه وتباركه على هذه الأرض كما هو مبارك في السماء وفي كل مكان ونريد أن نعلن هذا لكل شخص وكل نفس في هذا العالم حتى أن تكون لنا فرصة لإعلانه لكل البشر أريد أن أقرأ هذا المزمور المزمور السادس والستون لكم وإن كان عندكم الكتاب المقدس في العهد القديم ممكن تتطلعوا على المزمير وهذا المزمور السادس والستون لكم يقول فيها اهتفي لله كل الأرض ترنموا بعظمة اسمه وأجعلوا تسبيحه مجيدا قول الله ما أروع أعمالك يتملقك أعدائك لأن قوتك عظيمة كل الأرض تسجد لك وتسبحك كل الأرض بدون استثناء الجميع يلهجون باسمك تعالوا انظروا أعمال الله وأفعاله المرهبة مع بني آدم حول البحر أرضا يابسة فاجتازوا في النهر بأقدامهم هناك فرحنا به يحكم إلى الأبد بقوته وعيناه تراقبان الأمم فلا يتشامخ المتمردون أيها الشعوب باركوا إلهنا أرفعوا أصواتكم بالتسبيح هو الذي استحيانا ولم يدع أرجلنا التزل فإنك قد اختبرتنا يا الله فنقيتنا كما تنقي الفضة وأوقعتنا في الشبكة وألقيت حملا تقيلا على ظهورنا صلت أناسا علينا اجتزنا في النار والماء ولكنك أخرجتنا إلى أراضي خصبة أدخل إلى بيتك بمحرقات وأوفيك نذوري التي نطقت بها شفاتي في وقت ضيقي وتكلم بها فمي في بليتي أقرب لك محرقات سمينة من كباش مع بخور أقدم بقرا مع التيوس تعالوا اسمعوا يا جميع خائفين الله فأحدثكم بما فعل لنفسي صرخت إليه بفمي وعظمته بلساني إن تعهدت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب ولكن الله قد استجاب لي أصغى إلى صوت صلاتي تبارك الله الذي لم يقس عنه صلاتي ولا حجب عني رحمته لم يحجب الله رحمته على عبده وهذا هو التسبيح نذكر الله في أوقات صعبة وفي أوقات مش صعبة لأن الله هو الله لا يتغير رغم أن الوضعية التيع الإنسان صعبة فيها مشاكل فيها أوقات توتر ولكن علاقتنا لا تتغير مع الله ونتصرف بالنفس الصفة فيما كان فيها من مشاكل أم لا مشاكل ونريد أن نسبح الله بكل قوتنا وبكل قلوبنا وبكل فكرنا لأنه يستحق التسبيح ويستحق هذه العبادة كما رأينا في هذا المزمور وكما نرى كذلك بعد دقيقة أم دقيقتين حتى نتناول بعض اللمحات ونتكلم عليها من خلال الوقت الباقي سنعود بعد قليل ونتصفح إلى ما قاله الكتاب المقدس لحظات قد مضت أحبائي ونرجع إليكم في هذا الموضوع موضوع العبادة ونستفسر في ما يخص التسبيح وما يخص العبادة الحقيقية للإنسان أولا هو أن الإنسان كما ذكرنا في المزمور الذي قرأناه هو المزمور 66 هذا المزمور عبارة عن ما يحس أو ما يكون داخل القلب فينبع هذا من فمنا حتى نتكلم بكلام عظيم لله لأنه يستحق هو أن نعترف ما فعله في حياتنا وما فعله في الدنيا أحبائي العبادة ليس حاجة سهلة لازم تكون عبادة حقيقية تنبع من القلوب يعني ببهجة وسرور أن الإنسان يلجأ إلى العبادة أو التسبيح لله لأنه بدون هذا البهجة بدون هذه الفرحة أو بدون سرور الإنسان لعبادة فيبقى هذا الثقل لأنه لو ما فيش فرح لو ما فيش الإنسان يتغذى من روح الله أو يتلذى بما جاءه من الروح القدس لا يستطيع هذا الإنسان أو هذا الشخص أن يقدم تسبيحات لله فهذا التسبيح يأتي من ملء القلب والفكر والنفس كل حياتي فهي بهجة وسرور لله لما فعله في العالم وكذلك فيما فعله في حياتي وفي أسرتي وفي المجتمع الذي نعيش فيه ونصلي أيضا أن هذا لا يبقى فقط كأنه نادي أو كلاب كما نقول للي شخصيا وعائلتي لكن هذا ينبع ويفيض ويذهب ويتمشى ويعم كل العالم حتى الناس تتسبح كلهم لأن نريد أن نعيش مع السلام ونعيش مع آخرين يفهمون قصد الله في حياتنا القصد الحقيقي هو أن نعيش مسبحين الله وباركين إسم الله نعظم إسم الله لأنه حقا عظيم وكيف يمكن الإنسان أن يشهد حقيقة المسيح كيف يمكن الإنسان أن يشهد على عظمة المسيح إن لم يكون له شهادة حقيقية للمسيح ولذا أنا شخصيا أريد أن أقول لكم أحبائي لو طلبتم من المسيح فهو يعمل أعظم شيء تريد في حياتك وخلاصك أيضا هو أعظم شيء الممكن ينال الإنسان ولهذا أرغب وأصلي ونطلب من الروح أن يملأكم بالفهم الإلهي الذي آتي من الروح القدس حتى أن يعطيكم القدرة والقوة للفهم هذه الأشياء التي نتكلم عليها فبذلك القلوب تتفتح كالزهور التي تتفتح لنور الله ولشمسه المستح لأنه لما نرى في هذا النور نرى كيف وجودنا وكيف الله يأتي حتى أن يلبينا احتياجتنا حتى أن الله يملأنا بروحه فبذلك لن تكون لدينا شهادة حقيقية للمسيح فأنا شخصيا عشت أشياء كثيرة مع المسيح لمسني لمسة حقيقية وليس فقط فكريا أو علميا لكن حقيقة حياتي كلها هي تصدق ما عشته وتصدق وما رأيت وما سمعت من الله فهو أتى إلى حياتي وغير كل شيء من حياتي ولذلك لما أعطى النور حولي فرأيت نفسي كما رأاني ولذلك اعترفت بخطايا ولجئت إلى الله وطلبت المغفرة وأعطاني الخلاص من خلال المسيح وبذلك قدرت نعرف هذا الله وعندي استطاعة أن نتعرف على هذا الله الموهوب لي والذي جاء لحياتي ودخل في قلبي وفي أفكاري وبعد هذه الشهادة فكل حياتي تسبح المسيح فأنا أريد أن أسبح أنه وأقول وأعلن أن المسيح هو مخلصي يعني مخلصي هو مات من أجلي على الصليب حتى أن تكون لي حياة أبدية وأيضا فعل أشياء حتى أن كل المشاكل التي كانت تعرقلنا في تعرق المشيئة الله في حياتي فكلها زالت وكلت انهارت لأن الله يريد أن نسلك في طريقه وتكون لنا الحياة الأبدية وهذه الحياة الأبدية نعيشها مع الله تسبيحا له وليس فقط المعيشة في غرض معين حتى الإنسان يعيش يوما زيادة أو أيام أو قرون ولكن حتى أن تكون رغبتنا هي رغبة الله أن نعيش معه وأن نكون إلى الأبد معه لتسبيحه وللعبادة الكلية لهذا قلت لو ما فيش هذه الحركة الروحية الموجودة في قلب الإنسان وفي الفكر الإنسان لا يستطيع الإنسان أن يعبد ويصبح الله الشخص والمؤمن الذي يعبد الله يعبده لأنه يريد هذا ويتلذى بتسبيح هذا الإله العظيم الجبار القدير والعالم بكل شيء واهتمامنا أيضا بخلاص الآخرين الناس الخطات حتى أنهم هما أيضا يأتوا إلى المسيح ويعرف خلاصه من خلال المسيح والشهادة الحقيقية بقيامة المسيح أنه صنع شيئا عظيما في هذا الكون لا يأتي أي شخص آخر ولا أتى أي شخص آخر من غير المسيح الذي قام من الأموات وهو بقيامه من الأموات يذكرنا أنه هو الذي كان ويكون اليوم وسيكون إلى الأبد ويكون مع هؤلاء الذين أمنوا به وقبلوا خلاصه والموت على الصليب وأيضا قبلوا قيامته من الأموات كما نرى في التلميذ الذي رأى قيامته كشيء عجيب وغريب وهذا تحدي لكل الطبيعة وكل التاريخ وكل إنسان وكل ما يفسره الجاهلون أو حتى المتدينين كما نقول وحتى علماء هذا العالم فهو تحدي وليس لا شيء يصعب لله أن يفعله ولهذا هو يستطيع أن يعطي الحياة الأبدية من خلال القيامة المسيح لأي شخص يؤمن بالمسيح ولهذا نريد أن تقبلوا المسيح في حياتكم لأنه حقا هو الطريق كما ذكر ذلك في الكتاب المقدس وكما كانت أيضا الشهادة الحقيقية للمؤمنين الأولين الذين شافوا وكانوا شهداء لحياة المسيح وما فعله من مهجزات وهذا أظن بفكر سليم أنه واقعي ومنطقي أن نؤمن بهذا الإله وأن نسبحه كل يوم وكل وقت فهو يستحق هذا التسبيح نعظم اسمه لأنه عظيم اسم الله وهو الموهوم وهو بيّن يعني ظهر للتلميذ كما ظهر ممكن لبعض منكم في حياتكم وصنع أيضا عجائب لقد سمعنا من شهداء من أشخاص كانوا هم عاشوا وسلكوا في طرق مختلفة أنهم قد شفوا كانت عندهم شفاء شفاهم الله وكان الناس بعض منهم تحرروا من أرواح شريرة ولا إلى غير ذلك ولهذا نقول أن هذا الله هو الذي يمكن أن يحرر الإنسان ويعطي الحياة الأبدية وليس شخص آخر فنرى أنه في شهادة المؤمنين المسيحيين هم الذين يقولون أن المسيح قام من الأموات وهو عند الله إلى الأبد ولهذا نبشركم إخواني أخواتي بهذا المسيح الذي هو حي إلى الأبد أن تأمنوا به وأن يكون في حياتكم معينا ويعطيكم الروح القدس لساعدكم في حياتكم ولهذا أحبائي الوقت لا يكفي حتى نتكلم أكثر على هذا التسبيح لكن التسبيح الأول هو معرفة الله القدير وتسبيحنا له اليوم هو أن يكون كل فم يرنم لله ويذكر اسم الله وما فعله وما صانعه في حياتنا وفي كل هذا الكون نتمنى ونصلي أن الرب يبارككم وأن يزوركم وأن يحل عليكم الروح القدس حتى أن يساعدكم ويلبي احتياجتكم إخواني أخواتي قد صليت وأصلي كل مرة حتى أن الرب يعطيكم الفرصة حتى أن تعرفوا على المسيح أكثر وما فعله وخاصة قصده لحياتكم ولمن شاء أن يتلقى هذا الكتاب فنحن مستعدين أن نبعث هذا الإنجيل لأي شخص يطلبوه وأيضا هذا الديفيدي لأي شخص يريد أن يشاهد حياة المسيح وما فعله من مجزات وما علمه لتلميذ وأيضا إذ أردتم أن تتعرفوا أكثر على التراث المسيحي في الشمال إفريقيا والكنيسة الأولى التي آمنت بالمسيح وآمنت بما فعله المسيح وقد أسس الله هذه الكنيسة في الشمال إفريقيا وهذا هو تراثنا وهذا هو أملنا نحن وصلاتنا أن كل واحد يتعرف ويؤمن بما أتى به الله إلينا وحتى أن تكون رحمته معكم وسلام الله وسلام المسيح معكم وإلى فرصة أخرى ومع السلام الله معكم شكرا 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 شكرا